موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم معكم محمد عليه وحلقة جديدة على مساروة التقنية نهاردة نتكلم عن دومين نيم هذا هو العنوان الذي تكتبه في المتصفح وبنان عليه يظهر www.tmall.com كده اخترت www.tmall.com طبعا هنا لا تظهر tmall.com وعندك كوم عندك ارجو عندك انفو عندك اي حاجة دي بتدل على كينيا بتاعت الموقع يعني هل موقع دوت كوم يعني اختصار الكمبني شركة هل مثلا انفو اختصار الانفورميشن ارجو اختصار الاخرزينيشن وهكذا يعني بيبقى كل حاجة بتبقى لك ده مؤسسة ولا ده شركة ولا اه ده مثلا اي جي اختصار المصر جيفرمينت او جي او V اختصار الحكومي اديو اختصار الاخرزينيشن كل الحاجات دي بتبقى بتدل على الموقع احلا نيخصونه في الموضوع النص والاول ليه النص والاول يعني عندك هنا مثلا tmall.com ده كده الموقع الرئيسي بتاع تيمول اللي هو خاص بالتسويق الفعلي اللي هو ملكي جاكمة الصيني يخلي بقى في الكلام ده هتقيس عليه كل المواقع بعد كده طيب tmall.com ظهر عندي tmall.tnv.cn اللي هو اختصار tmall.tnv ده موقع قديم cn اللي هو china اختصار لكلمة china او دولة الصين و tmall في القدام هل ينفع يبقى ده هو ده لا لو مثلا tmall عاملة حاجة خاصة بيها هتبقى مثلا عاملة على دومين فرعي دومين فرعي اللي هو ايه هيبقى مثلا affiliate.tmall.com ده كمثال او مثلا bonus.tmall.com هنا اسم الشركة الرسمي وبيقوم ضيف حاجة فرعية او بيعمل حاجة اسمها مجلد بيقوم حطة slash بعد كلمة dot com ويقوم ضيف ملف الملف ده بعد كده بيكتب مثلا index مش هارف ايه او بيكتب مثلا home او بيكتب حاجة بيعمل برضو تحويل تاني على جو يعني كل الشغر بيبقى جوه الدومين عشان كده حضرتك اللعبة اللي بيعملها النصاب دلوقتي انه هو بيقوم جايب دومين قديم يكون ليه 9 سنين 3 سنين 4 سنين ومهمل مش قديمه بس ومهمل ليه لو قديم وشغل جامد هتلاقي سعره غالي جدا فهيدفع له في الدومين ده مثلا 10 تلاف دولار او 9 تلاف او 3 تلاف دولار اه وهو اصلا ما ينصب لا هو كل القصة بيضع دومين مهمل ممكن يكون 8 و 25 مثلا دولار 30 دولار 100 دولار بالكتير جدا يوم ما يدفع فيه ويقوم جايبه ويقوم حاطة مجلد فرع اللي هو بيبقى بدل الدابليو دابليو ويقوم اعمله زي تمول المزيف كتب تمول دوت تي ان في اللي هو العنوان المزيف او تي فين اللي هو العنوان المزيف وحطه طيب هل انا قدر اثق في تمول اللي هو المزيف لا طبعا لانه مالوش اي شغل مع اللي هو تمول لحقي طيب هل انا لو ما بفهمش بقى في الدومينات والكلام ده كله فيه طريقة تاني اقدر احدد بيها الدومين ده مزيف او لأ والله هو زي ما قلت لك ام طريقتين عشان حد كان قلق قبل كده انت ما كتبت لاش هزين يشوف المزيف من حقيقي بتحلل الدومين نين بالطريقة العادية اللي هو بالنظر والتانية انك انت بتكشف عليها عن طريق ويبقرشف هل وجينا هنا وكتبنا ويب ارشف هتلاقي زهر عندك ويباك ماشين ويب ارشف انترنت ارشف بتحط هنا هوا بقى عندك الدومين وبيشوف التاريخ بتاع الدومين بتعمله ملف امتى وبيديك يعني لو خدنا تمول ده وضغطنا كده بص ده تاريخ بص الموقع شكله عامل ازاي متواجد في جميع الايام فمتخله سكرين شوت على كل الايام طيب سنة 2000 لو عايز اعرف بقى تيمول ده قبل ما يشتري مسان جكما هل هو كان برضو كان ايه ولا تعمل ايه ادي سنة 2000 في سكرين شوت هنا هتفتح السكرين شوت هيوريك الموقع كان شكله ايه في الوقت ده بالملي سنة 2000 نوفمبر 10-2000 كان شكل تيمول ده كان هل فعلا ماركت ولا كان حاجة تاني وبعد كده شركة جاكماش تاريتها وخليتها هي المشروع بتاعها موقع برضو بصيني بس شوبنج سايت بس توتال مول كان اسمه توتال مول كان اسمه توتال مول وبرضو كان سوق انا مفهمش تصيني طبعا لكن بس شوبنج سايت كان في حاجات نيو شوبنج سايت كان في حاجات اللي هو زي بيتكلم او دايركتوري اللي هو بيوريك المواقع اللي شغالة في الشوبنج فانت عن طريق انك انت تكشف الويب ارشف دوت اورج تكشف او بالنظر تكشف لو لا فيه لاب هنا بدل تتقوم مثلا تلا تيمول اي حاجة هو واخد الاسم الوسط اللي هو الكنية او زي بيقوله الاسم التجاري بتاع الموقع وضيفه على اي حاجة تاني زي برضو لزادة اي شركة بنفس الطريقة بتلعب بالطريقة دي ونكشفها عشان خاطب دايما اليوتيوبر العربي وموقعين فيها ويقولك الموقع بعله ثلاث سنين الموقع بعله خمس سنين لو هو يعرف الطريقة اود لنفسه ثلاث دقايق يخش يتأكد من الموقع بالطريقة اللي انا بشرحها لكم دي هيعرف هل فعلا ده موقع شغال من ثلاث سنين زي ما هو ما بيقوله ولا موقع مضروب ويه جايبين دومنيم قديم ولعبوا بيه احنا كده شرحنا كل حاجة اعتقد يعني ان ممكن اي حد بالفهم اللابة بتتمت زي وممكن انه هو يعمل تقييم للموقع عن طريق الدومنيم يعرف طريق الموقع كان ايه ويه بقى ايه كده الموضوع بنزولك اعتقد انه بقى سهل ومفوش اي مشاكل ان شاء الله اشوفكم محلقة جديدة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته